بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للوحدة الرابعة اللي هي تسوية الديون نكمل على تسوية الديون. خذنا الحالة الاولى لو انا بسدد مبكر. يبقى سدد الديون القديمة الديون قبل التسوية يعني قبل ما سوي كان فيه عندي ديون قديمة. سددنا بالدين واحد لاحق بقى اللي فاتت الفيديو اللي فاتت جماعكا بتكلمنا سددت كله مبكر. لا انا هسدد هنا كله لاحق. لاحق يعني بعد يعني متأخر يبقى القاعدة عامة سويد الديون هنا هقول ايه كيمة اسمه للدين الجديد يساوي جملة الديون القديمة خلي بالك القاعدة هناك غير القاعدة هنا لما جيت لك بدري في كل الديون استخدمت الكمة الحالية لما جيت لك متأخر استخدمت الجملة يعني المبلغ اللي كنت هدفعه لك هيزيد لو لاحظت المسألة في الفيديو اللي فات المبلغ قل اللي كنت هدفعه كان 95000 لا دفعت 8000 بس المرة دي انا جاي لك متأخر وطلبت انك تأخر لي قروض شوية هيبقى لازم احسب لك فوايد متأخرات نشوف نطبق برضو على مثال على طول شركة الارزاق بالله للمنسوجات مدينة بالمبلغ الاتية 10.000 يوم 1 ابريل 20.015.5 30.015.6 فاردت الشركة سدادة زيد يوم بدين واحد يعني اللي هتروح واحد اربعة مش هتروح في الموعد دي دين واحد امتى بقى يوم 10.9 الله ده اخر مبلغ كانت 6 ده انت جايلي بعد دول كلهم يعني جايلي متأخر خالص جايلي في شهر تسعة هتسدد كل الناس دي مرة واحدة في شهر تسعة يبقى تأخرت في ده وتأخرت في ده وتأخرت في ده بمعدل فايدة كام 6% قبل ما اخش بس على الحل بتاع المسألة عايزك تبقى فاهم على كده على طول انا كنت جايلك واحد اربعة جيت لك عشرة تسعة يبقى نحسب مدة التأخير هنا قد ايه دي الان الاولى كنت جايلك 15.5 جيت لك برضو عشرة تسعة ما كلهم في نفس اليوم تسددوا كنت جايلك 15.6 جيت لك عشرة تسعة هروح حاسب N1 و N2 و N3 لوحدها يبقى دي مدة التأخير اللي عندي وهستخدف بقى القاعدة العامة بتاعت هذه الحالة خلاص انا كنت يوم واحد اربعة عليها مبلغ 15.5 عليها مبلغ 15.6 عليها مبلغ لما حسبت الان الكلام ده لقيت نفسي عليها المبلغ دي قلت له لا 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 اخرني انا معيش المبلغ دي اسددها اخرني يبقى ده هيتأخر وده هيتأخر وده هيتأخر يبقى ساعتها مش هنحسب كمه حالية هنحسب جملة يبقى يتم اعتبار تاريخ التسويق هو تاريخ الاستحقاق حلو يعني تاريخ التسويق ده هو تاريخ الاستحقاق بتاعت الديون كلها يبقى كمت الدين الجديد يسوي جملة الديون القديمة في تاريخ استحقاق الدين القديمة طيب احنا ممكن نطبق قاعدة المجموع النمر ليه جملة المبالغ سوى مجموع المبالغ زي مجموع الفوائد بطريقة النمر طيب نحسب المدد الاول المبلغ الاولاني كان ايه نرجع كده عشان نشوف كان من يوم 1 اربعة نحسب من 1 اربعة لعشرة تسعة تعال نشوف هنحسب اهو من 1 اربعة يعني فاضل 29 يوم في شهر اربعة 21 في مايو غاية 10 تسعة تلعو 162 يوم طيب التانية من كام من 15 خمسة نطرح 15 خمسة من 31 خمسة تدينا 16 يوم وهكذا يبقى دي N1 162 N2 118 يبقى كل مبلغ ده اتأخر قد ايه يبقى دي مدد التأخير ارجع لطريقة النمر المبالغ اللي عندي كان علي 10.000 20.000 30.000 مجموع اللي كان علي اصلا كنت مفوضة سدد للراجل ده لو روحتله في مواعيد الطبيعية 60.000 المدد لازم احط المدد الجديدة زي المسألة اللي فاتت اللي هي المتأخرات 162 يوم 118 يوم طبعا خلي بالك يوم يبقى تتقسم على كام كل مبلغ حضرتك لو ضربته في مدته يديني حاجة اسمها مجموع النمر او النمر عموما واجمع النمر يديني مجموع النمر القانون بيقول لي ايه يبقى جملة الديون اللي يساوي مجموع المبالغ زائد مجموع المبالغ هنقيم الاسمية يعني يبقى ال60.000 دي زائد مجموع الفوائد اللي هي النمر اقسم الاي على 360 في مجموع النمر ارجع للباب الاول في هذا القانون وبزيك يكون جملة الدين الجديد هو كام انا كنت هدفع 60.000 بس بص دفعت عشان اتأخرت 61.098 وانا لاحظ انه يزيد عن مجموع القانون من اسمها حيث انا تاريخ التسوية لاحق للدين الجديد طب واحد يقول لي هو ماينفعش احل بقانون كده زي اللي انت حلتولي في الفيديو اللي فات اه ينفع افكرك في الباب الاول الجملة كنت بتساوي ايه المبلغ في واحد زائد اي في ان طب هقدر استخدم القانون ده اه هقدر استخدم القانون ده بس اعمله ازاي بقى اقول بقى جم نقول بقى الدين الجديد هجيب المبلغ الاولاني الوحده اللي هو العشر تلاف جملته الوحدها في واحد زائد المعدل سابت في المسألة كله بس مدته هو اتأخر قديه المبلغ ده المدة الجديدة في 162 على 360 زائد المبلغ التاني اللي هو عشرين الف اطبق في قانون الجملة على طول في واحد زائد 6 في المية بدل النمر يعني في 118 طبعا بكتب الان هنا باللينا المتأخر علي كم يوم يعني وبعدين حضرتك هنا اخر مبلغ كان 30 الف في واحد زائد 6 من 100 برضو في 87 على 360 شوف احسب الجملة دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها اجمع التلات مبلغ هيتطلع للمبلغ ده بالزبط يبقى ممكن الجأ لهذه الطريقة يبقى ممكن قدام طريقة النمر ادي طريقة وممكن قدام طريقة الجملة طبش ما يعني استخدمت الجملة لاني متأخر هناك استخدمت القيمة حالية في الفيديو اللي فات لاني جاي مبكر وبكده نبقى عرفنا مسألة عن الفكرة التانية وانا يعني مش حابب اطول كذا فكرة في الفيديو بحيث ان احنا نشوف الفيديو كذا مرة ونأكد على الفكرة ونفهمها كويس ونشوفكو في فيديوهات مقبلة ان شاء الله والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة